السلام عليكم قدربيت العزاء اليوم نواصل إياكم محاضرات علم البكترية البكتريولوجي المحاضرة التاسعة لكتر ناين المحاضرة التاسعة هنا بدينا بديش محاضرة بال بيوجينيز والجالكتية واليوم نكمل باقة نواح البكترية حتى نستمر نمتلك منواح البكترية والأصابات والأمراض تسربها في جسم الإنسان هنا قصاصنا هومن الأمراض تصبح للإنسان عن طريقة البكترية اليوم نأخذ لفظ الأنواع والجنس مهم عندكم لازم تحرمون اللفظ الصحيح البكترية كوراني بكترية كوراني بكترية كوراني بكترية كلكم تعرفون دائما الأطفال يصابون بالاختناق يعني صعبة التنفس يختنق تنتفخ المنطقة عند العلوية من الجهاز التنفسي هذا يسمى الخناق لتصريبها هذه البكترية الكورياني بكترية تصريبها أيضاً كالكليبس لولار باسلس لها تسمية ثانية كليبس لولار باسلس اعتماداً على العلماء والباحثين اللي اكتشفوها اليوم الثانية اللي هو جيرمان بكتورجس إدوين اللي يسمونها كليبس والآخر اللي يسمونها اللي يسمونها فقرها تسمية ثانية يعني خب تجيك بالامتحان أو أي مكان آخر يقولك شونيك ريبس لولار باسلس فتقولها نفسها هي البكترية كوراني بكترية بكترية البكترية الخنة التصريب العلمي التصريب العلمي لها البكترية منيّاً الدومين هي البكترية قلنا دائماً الدومان هي معناها الثاني دوم يعني النملكة الأساسية هي البكترية البايرم الشابة ماريتها الأكتينو بكترية الأوردر أكتينو مايسيت أيلس ونحن قلنا بكل الشيينتها مقطعة بأيلس معناها أوردر فاملي كوراني بكترية اسيا أيضاً دكرنا كل مقطع ينتهي بأيلس هي عائدة فاملي والجينس هو الكوراني بكتريم والشبيسيس النوع مايس هي الكوراني بكتريم بكتريم أكو جينس أكو نوع احنا قلنا تسمية علمية ثنائية هاي على مصر العالم تسمية ثنائية تكون من الجينس والنواء احنا دائما قلنا الجينس تبدأ كتابته بالحرف كابتل لتر أما النوع دائما نكتب بداية مالتر بالاسم واللتر فالكوراني بكتريم هو جينس يبدأ بالكابتل لتر والدكتريم هي النوع اللي يبدأ بالاسم واللتر طبعاً دائما الاسم العلمي التنائي الجينس والنوع أما إذا نكتبه بالامتحان نخلي جواها خط خطين خطعت الجينس وخطعت النوع بالحاسبة نكتبه بشكل مائل نمتل إيقونة بشكل مائل كتابة كتابة علمية لازم تتبعوا باثوجين الممرض شنوه شنوه نسبه لكوراني بكتريم كوراني بكتريم دفتريم بكتريم 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 مع الاستخدار من غير متحلات من غير متحلات المنطقة المنطقة من غير متحلات لتناولز من غير متحلات المنطقة هذه المنطقة منطقة العليا للجهاز التنفسي منطقة العليا دفترية كان كيز التبكي غري قوة لتبكي في الناس أو الناس يجب أن تسويله بعد ما تحدث هذه الإصابة الكورياني بكترين دفترية ستتكون منطقة رمادية تغطي منطقة الحنجرة أو البلعوم أو المنطقة الأنفية ستسلمنا صعوبة جدا في التنفس وانتفاق في المنطقة التي تساعدها كورياني بكترين دفترية كورياني بكترين دفترية دائما مناطق الدخول لهذه البكترية نحن قلنا دائما تصيب الجهاز التنفسي العلوي فطريقة دخولها حتى تحدث الإصابة هي عن طريقة الفتحة الأنفية أو الجوب الأنفية أو منطقة البلعوم بالحمجرة دفترية دفترية حتى تنتقل من شخص إلى آخر بتعديث الإصابة دائما عن طريق الجهاز التنفسي للخطرات أو الرذاب ليأتي من السعال كوفينج أو السنزينج العطاس إذا تنتقل من الجفترية توقسين كانت تنتقل من الجهاز التنفسي تنتقل من الجفترية منطقة العلية منطقة العلية الجهاز التنفسي إذا لم تعالج إذا تنتقل ما سيحدث يجب أن ستتذهب إلى مجرى الدم وتسبب أن تحطم بالكريات والأحصاب بالقلب بفراءة أن تنتقل من بلعامة الدفترية سيكون بلعامة بمنطقة إذا تنتقل من الطرق المهمة جدا غد الدفترية الخناء هو أخذ اللقاح لدى هل سنجح لنا بالأخير المحاضرة فنروح لكم مياه شنو هاي تديو و شنو تديو و شنو بي ديفتريال انفكشن إصابات البكترية ب الكورايني بكتريوم ديفتريال ديفتريال انفكشن are mainly because of the toxin الإصابات بهذه البكترية تحدث بصورة رئيسية على طريق السمو السم ذكرنا دائما قلناكم انه البكترية ببعتها كحلية مصي ولا تحدث اي اصابة ولا مرض لحديث الاصابة اول مرض هو السم اللي تنترك هذه البكترية وتفرزها في الجسد فهذه البكترية تحدث الاصابات عن طريق toxin السم ديفتريال توكسين is an exotoxin secreted by الكورايني بالتربدوكترية السم الديفتريال هو عبارة عن exotoxin مو اندو توكسين اكسو توكسين يفرز عن طريق الكورايني بالتربدوكترية مو اندوكترية مو اندوكترية مو اندوكترية مو اندوكترية ديفتريال توكسين عندنا اربع خطوات رئيسية تضمنها امالية دخول السم الديفتريال الى خلايا حققية النواة حتى تعديث الاصابة واللي نقصد بها الانسان الانسان اولا الانسان الانسان اولا حتى السم يدخل الاصابة لا يجب ان يرتبط مو اندوكتر يرتبط مع المستقبلات السطحية الخلايا الهدف ليستهدف هذا السم يرتبط بمستقبلات كل السم لا يدخل اضامة مستقبلات على الخلايا الاسبتر لازم تفهموها موجودة على الخلايا الهدف تارد تصير مجموعة من المستقبلات المشهونة انتو ليربط الموجودة في الطبقات مغروسة في الطبقات اللي ستصير في هذه البترية وممكن ان تجد معادلة بهذا السم با ريسبتر من يالة اندو سارتوسيس عن طريق الالتهام او الضرعمة الداخلية الموجودة في الجسد ثلاثة انسيرشن انسيرشن لذلك السم يتكونن واحدة وحدة ا ا وحدة ب كيف يقدرها وظيفة معينة في دخول هذا السم إلى المنطقة الهدف الانسيارشن الدخول في الدخول في الدخول أول ما تدخلنا هذه القطعة أو الوحدة اللي هي B من خلال الغشاء إلى الممبرين بالأخشية و نسموه القطعة الثانية المحفزة راح تنتقل هي A ساب يونيت راح تدخلنا بسا توصول راح تنتقل قطعة الثانية المحفزة وهذا السم يتكون من مجموعة كبيرة من الأخمال الأمينية حوالي 350 حمض أميني وتتطبط بجسر ثنائي الكبريد موجودة في المحاضرة ما في الكميان عاني من أن يتكون هذا السم من ضمن الوحدات التي تبطن بأسرة ثنائية الكبريد دايس الفايد بونت لأنها هنالل الوحدة واحنا طبعا دائما تعرفون أخوان هو السم يتكون من بروتين والبروتين هو الوحدة الأساسية لحبار الأمينية فهو متكون حوالي 350 حمض أميني مرتبطة بسلسلة بلتيرية وهذا السم يتكون موحدة واحدة أوب ثنائتهم يشتركا في حدات السمية لديفترية توكسين رابعا ADP دايس الفايد رابعا أوب يسمونه عامل تطاول هو العامل الثاني E F E وهذا سوف نقوم بعمل تطبيق البروتين لتخليق البروتين بعد البروتينات سنتخلق في هذه المنطقة فهذه ثلاثة السم أربع خطوات لحدود السمية في منطقة الإصابة نأتي هنا إلى الدياغنوسيز شون الشخص وجود هذه البكترية وإصابتها للجسم بالخناة الدياغنوسيز تشريف سرير يحتمد على الزرق ديفترية اصابات الديفترية عن طريق الجلد النوز الأنف البلعومة والحنجرة تشريف سرير تشريف سرير تشريف سرير تشريف سرير تشريف سرير والعلامات الموجودة في المنطقة الثمية البلعومية نازو فارنجل ديفترية أول ما نرى الطبيب الأخصائي وشخصها حسب العلامات السرير الموجودة والأعراض عند المصار بعدين يأتي دور المختبر في التشخيص لدينا الشيء المهم هنا بالتشخيص هو شك تيست شنو معنى اعتبار شك اللي خاص هذا فقط بده يفترية وينما تشوفون شك تيست انو تقولون هاي دفترية الخنان كوراين دفترية شي الضمن هذا الاعتبار أو الفخص شك تيست شك تيست اعتبار عبارة يضمن عن حقن جرعة صغيرة جدا من السم الدفترية من السم الدفترية بعد مرور 48 ساعة بعد مرور 48 ساعة اذا كانت نتيجة ايجابية للفحص معناها اكو تفاعل التهابي لهذا السم فهي تقوم فهي تقوم بكترية 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 معناها هناك ماكو استجابة من الاعتبار لا يوجد ماكو عندك بناعة تقوم لهذا السم اللي يخص بكترية بكترية عندك تفتيز إذا كانت الفحص سالب يعني ما ضررت أي علامات معناها ماحصل تفاعل إنديكياتس إميونيتي أنتبادي نتلاليس توكسين معناها اكو مؤشرات على وجود مناعة عند الشخص معناها اكو عادلة هذا السم طبعا اخوان بالبوزة تفتيز راح يشوف منطقة حمراء في منطقة الحقل بالذرع متكونها منطقة حمراء معناها اكو عنده حساسية لهذه استجابة حساسية لهذا السم فتظهر انه ما عندك أي مناعة اكو الاتهاب عنده كونتول السلطرة على هذا المرض الخناء وهو مرض القاتل وخطير على الأطفال خاصة طبعا هو يسير بالأطفال ولكن على الأطفال خطير جدا لين كونتول صعوبة بعد المتنفس وبعدين ساعد المغتنات كونتول اموميزياشن وهو التمنيع بالسم المضعف للدفترية دفترية يعني لقاع هذا طبعا جدا هذا فعال دفترية دفترية يجب المرضى المصابين بالدفترية يجب معالجتهم بمراض السم حتى يعادل السم الدفترية أهم شيء تمنيع اللقاحات الدفترية لقاح الدفترية متوفر دائما متوفر كلقاح متحد مع لقاحات أخرى كومبنيشن مو بحلية فعندنا المختصر أول المختصر هو دي تي دفترية أنتي تامس هذا اللقاح لقاح ثلاثي أو ثنائي إلى ثنائي دي تي حتى تعرفوا ماذا 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 لقاح ثلاثي أو ثنائي ثلاثي دي تي حتى تعرفوا ماذا 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 دي تي وماذا دي تي بي دفترية تيتانوس أو دفترية تيتانوس بالتسمية العلمية بالأول شريحة ثلاثي تخلي صحة وخطر بعضرات ثالية أول واحد أول ثاني شريحة والثاني أيضا بال بالإنفكشن طريقة الدخول إلى الدفترية والدفترية توكسين وهو اندي توكسين وهو أكثر توكسين والرابع الخطوات الستير ما الدخول للسم الدفترية والخامس تكلمني على فعصة الشيك كل شاضح ومختصر مبارك الله بكم ترجمة نانسي قنقر